أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت تبيعات إقليمية بالغة السلبية والخطورة وخلال كلمتي لدى افتتاح أعمال الدورة الثلاثة عشرة لملتقى الاستثمار السنوي بأبو ظبي أشار أبو الغيت إلى تراجح حركة السياحة في دول الجوار بالإضافة إلى استهداف سلاسل الإمداد العالمية وتأثر عوائد الممرات البحرية واضطراب أسعار الطاقة وشدد على أن هذه العوامل انعكست سلبا على أسعار الغذاء والسلع الأساسية لفتن الاهتمام جامعة الدول العربية بالمساهمة في الترويج لفرص الاستثمار في المنطقة العربية